حطي الكنافة على الدقيق وعملي أجمل الحلويات أيوة كنافة على الدقيق ومش هقولك طول عمرك بتعمليها غلط لكن لو عملتيها بالكنافة هتبهيرك النتيجة جديدة وحصرية وأول مرة هتشوفيها يعني أحلى كيك كنافة كيك الكنافة وصفتي الخاصة للكيك طراوة وخفة وطعم مفيش أروع من كده هتاكلي نايتي مش كيك عادي خالص كمان هنعمل لها توبنج تحفة لازم تجربيها بس قبل ما نبتدي الفيديو لو أول مرة بيتشوفيني أنا شايماء محمد فضلا شجعيني بأجمل لايك وما تنسيش المتابع والاشتراك لوصفات ويوميات أم ريانا يلا نسمي بالله ونصلي على رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وقدم بقى قولنا كيك يبقى أول حاجة نجهز الصينية بتاعك الكيك ودهنها كده دهنة حلوة من السمنة من كل الجوانب كمان بتنسيش تشغالي الفرن قبل ما تبتدي تعملي أي حاجة في الكيك وهبضر الصينية كده بشوية من الدقيق زي أي كيك عادي وأي دقيق زيادة ببتدي أشيله من الصينية وتعالي بقى مع بعض نشوف مكونات كيك الكنافة أنا عارفة أنها جديدة وأول مرة تشوفيها بس بجد مش هتبطني تعملي الكيك بالطريقة دي أنا معايا هنا 3 بيضات بدرجة حرارة المطبخ كمان الطبق اللي أنا هعمل فيه البيض وهضربه لازم يكون ناشف وهحط على البيض كده معلقة صغيرة من الخل وكسين من الفانيليا وهبتدي بالمضرب الكهربائي أضرب البيض ده كويس قوي أنا هعملها كيكة هشة اسفنجية فمحتاجة أضرب البيض فيفضل أن انت تستخدمي المضرب الكهربائي هو ينفع طبعا استخدام الخلاط زي الكيك العادي بس بالمضرب هتديني فوم أكتر والكيكة هتبقى هش وأحسن يلا بقى كده نحط السكر أنا هحتاج للكيكة دي كباية ونص من السكر بصي كباية الشاي العادية اللي موجودة عندنا في أي بيت وبنزل برضو بالسكر تدريجيا شوية شوية كده لغاية بما يدوب عشان مخسرش الفوم بتاع البيض عشان لو حطيت السكر كل مرة واحدة البيض بتاعي مش هيهيش ولا هيعلى وأنا مستمرة في الضرب هنزل دلوقتي بالسمنة والزيت أنا معاي هنا كباية كاملة من السمنة على الزيت حوالي ربع زيت وثلاث تربع من السمنة وبرضو واحدة واحدة كده نزلت بيها على ثلاث دفعات مع الخفق المستمر ما شاء الله مخسرتش الفوم بتاع البيض وهو ده اللي أنا عايزاه يلا بقى نشوف المواد الجفة اللي معايا طبعا من الجهزة المنخل لازم الدقيق يتنخل كويس قوي في الكيك عشان الكيك بتاعك يبقى هش كده وكله ما سمات وهعاير بنفس الكباية ثلاث كبايات اللي ربع من الدقيق استخدمت الحجم الصينية مئس 24 ثلاث كبايات اللي ربع من الدقيق حطيت رشة من الملح وكيس من الكيك شيف او البيكنج بودر انا بس تريح لاستخدام الكيك شيف وهنخلهم مع بعض ودلوقتي بقى هنضيف الكنافة انا هنا معايا ربع كيلو بس من الكنافة كبشة كده بين ايدي ربع كيلو هيديني احلى كيك وهبتدي اقطع الكنافة كده لقطع صغيرة مش شرط يعني قطع صغيرة قوي قطعيها زي ما انت عايزة تقدري كمان تقطعيها قبل ما اضيفها على الدقيق يا جماعة احلى كيك كنافة وان شاء الله تجربوه واستهل منكو بقى اجمل لايك على الوصفة التحفة دي هبتدي بقى اقل بالدقيق كويس مع الكنافة وادخل الكنافة كده كويس جوه الدقيق دلوقتي بقى هجيب الخليط السائل اللي انا ضربته خليط البيض وهضيفه تدريجيا على الكنافة طبعا القوام تقيل القوام كسيف طب يا مريانا كده ناقص حاجة فين اللبن اللي هنحطه هقولك اللبن بقى هو اللي هيفكلي القوام التقيل ده كله ولازم كمان اللبن يكون مغلي انا عايزة اللبن يكون سخن تكون يمسخناك جدا على النار وتبتدي تنزلي به على الخليط ده انا استخدمت كباية ونص من اللبن بنفس الكباية اللي بعير بها مقادير كل الوصفة واللبن الساخن هنا هو اساس نجاح الكيك ده وهيديها طراوة مش ممكنة حتى لو بتعملي كيك عادي مش شرط كيك الكنافة ضيفي كده اللبن المغلي اخر حاجة هيديكي كيك هشي لاقصى درجة بوسي بقى اول محطيت اللبن الدنيا ابتدت تفك معايا وهو ده القوام اللي انا عايزيه جبت بقى الصينية وهبتدي انزل بالخليط بالنسبة بقى للتسوية جماعة هي تسوية كيك عادي جدا مش هتختلف في اي حاجة هتحطيها على درجة حرارة 180 هتقعد معاك نص ساعة في الرف الاوسط وطبعا بدون شواية بشغل بس الفرن من تحت يا جماعة تحفة وخطيرة وان شاء الله تجربيها ومش هتبطلي تعمليها ما تستغربيش الكنافة ادتني من جوة كيك مفرول وبجد كان طعمه حلو يعني تحس كده انك بتاكل نايتي مش كيكة خالص بوسي هضربها كويس كده عشان اسويها ويلا ندخلها الفرن بوسي بعد مرور كده 30 دقيقة ببتدي اختبارها بحط سكين رفايع في قلب الكيك او خلة لو طلعت بعجينة يبقى لسه محتاجة تسوية هي كده استوت معايا وزي الفل ويلا بقى نعمل احلى توبنج الكيك الكنافة على فكرة تقدر تقدميه بدون تزيين خارجي بس بالكريمة والمانجا كان طماء حلو قوي حطيت كده نص كباية من اللبن المتالج على كيس من الكريم شنطي وهبتدي اضرب الكريمة كويس كان عندي كده كيس منجا مخزناه هاخد نصه عشان احطه على الكريم شنطي احلى كريمة بالمنجا يعني اللهم بارك كان طعمه لذيذ جدا يعني مفيش احلى من طعم الكنافة مع المانجا بيليقوا مع بعض جدا بوسي انا بقطع المانجا كده بالسكينة عايزها صحيحة مش عايزة اهريها قوي يعني عايزة احس كده الطعم المانجا جوه الكريم شنطي تقليبة بقى كده سريعة وبالنسبة للكيك يا جماعة اي كيك بخرجه من الفرن لازم اغطيه هنا خرجت الكيكة من الفرن وسايبها تهدى ومغطيها تعالي بقى نشوفها اللهم بارك طرية وريحتها حلوة والله يا ست الكل مختلفة اختلاف كلي عن اي كيك عملتيه قبل كده ان شاء الله لازم تجربيها ومستنية رأيك في التعليقات مقادرها سهلة وبسيطة ولذيذة جدا بسي بقى كده طروطها يعني باين وانا بقطع السكينة هي هشة قد ايه تعالي كده اوريكي قطعة قبل ما احط التوبنج اللي انا عملته اللهم بارك بصي حتى لسه دافية والبخار طلع منها بصي تحفة مستوية قد ايه كده انفرويلة نايتي نايتي اللهم بارك عليها تحفة ان شاء الله تجربيها بصوا اللهم بارك الكنافة قطعة الكنافة مستوية ومتقلقيش هي الكنافة في الاخر ايه غير دقيق بس ادتني قوام من جوه روعة للكيك تحفة يا جماعة تعالي بقى كده نسيبها بقى تهدى شوية يعني لغاية اما ايه تبرد خالص عشان احط عليها الكريمة لازم تكون بردت تماما عشان ما تسيحش الكريمة بصي قلبتها هجيب بس كده ورقة زبدة احطها على الصينية بوريكي بقى طع ورقة الزبدة على قد الصينية بالزبط يعني مفرش بسيط كده عشان نحط عليه الكيك وهبتدي اقلبه واروح حتى الكيك على طول هطلع بقى الكريمة من التلاجة وهدهن بها على طول سطح الكيك اللهم بارك تحفظ انا على فكرة كان عندي جروب كبير للحلويات سنة 2017 وكت بعمل الحلويات يعني ببيعها للناس على الجروب ده بس من ساعة بقى ما جبت بناتي التوأم وانا بطلت شغل حلويات فاعذروني بقى ما عنديش امكانيات عالية قوي ليه التزين يعني مكعب شكولاتة بسيط كده والله كان يعني موجود في التلاجة استخدمته بشرته فوق الكيك شوية سوداني مبشرين كده زينا بيهم مش عايزة تحطي خالص براحتك يعني حتة الكيك مع شوية الكريمة او حتى بدون الكريمة والله خطيرة يا جماعة وبإذن الله تجربوها بصي بقى تعالي بعد ما زينناها كده حكاية اللهم بارك اتنسفت يعني في ساعتها كده ما بقاش ولا حاجة اللهم بارك انا عايزة وريكي من جوة قوام الكيك عامل ازاي وقد بإيه طري ما تخفيش بإذن الله هتنجح معاكي وامشي على نفس المقدير هتعجبك جدا وفي الخلاط بتتعامل يعني اللي هيقول لي ما عنديش مضرب كهربائي عادي اضرابي البيت في الخلاط مع السكر الأول وبلاش المضرب بصي شايفيها عاملة ازاي مفرولة وتحفة أحلى كيك ونافة والله يا جماعة صدقا كده نايتي كل اللي جرب وصفاتي الوصفة دي بإذن الله هتعجبه 100% أتمنى تكوني الوصفة عجبتك ما تنسيش الاشتراك في القناة ما تنسيش تفعيل جرس الإشارات على علامة الكل كابين هسيبلك لينك صفحة الفيسبوك في صندوق الوصف بحبكم في الله تعليقاتك الإيجابية بتشجعني كتير كان معاكي شايماء محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته